بسم الله الرحمن الرحيم Diagonizable أول شيخ نفهم definition of Diagonizable يقول لي A matrix A is Diagonizable if and only if كانت هذه الماتريكس A similar to Diagonal matrix D يعني أني أقدر أكتب الماتريكس D على شكل V inverse في الماتريكس A في B وقايل لي with the determinant B لا يساوي الصفر شنو يعني the determinant لا يساوي الصفر يعني أن هذه الماتريكس non-singular وأن ال inverse موجود انزين شنو تعريف D وشنو تعريف ال B يقول لي أن D هي It's Diagonal Entries are Eigen Values of A يعني هذه الماتريكس D يكون بها العناصر الموجودة في المين Diagonal أهمى Eigen Values حق منو حق الماتريكس A يعني لو قال لي أوجد D شا سوي أجيب Eigen Values مرات ال A وأحطهم في المين Diagonal أوكي الماتريكس B Its Columns Entries are Linearly Independent Eigen Victors of A يعني الماتريكس B هي الماتريكس اللي يكون 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 الماتريكس خ بنجيب الائجن باليوز راح اخذ للمصفوفة اي اخذ العناصر الموجودة في المين دياغونال اطرح منها لندا العناصر الباقي اقلا باشارتها اجيب الديتيرمنتز تطلب معاي معادلة في لندا اجيب قيم لندا تطلب معاي ثلاثة لندا وين تساوي ثلاثة لندا تو تساوي اثنين لندا ثري تساوي ماينس الثلاثة الحين بنجيب الائجن بكتورز احنا نعرف ان كل ايجن باليو لها ايجن بكتورز ايجن بكتورز اول شي ناخذ الثلاثة نبي نجيب لها ايجن بكتور راح اقوم اعوض عن الثلاثة هني اقوم اخذ للمصفوفة ار ار اي اف اطلع قيم ال اكس وال وال والز يطلب معاي الايجن بكتور الاول الحين اخذ حق لندا تو وطلع معاي ايجن بكتور الثاني نزين ناخذ حق اللندا تساوي ماينس ثري وطلعنا الايجن بكتور الثالث نزين بارت اي مافي شي بارت بي يقولي if possible find a non-singular matrix b on diagonal matrix d such that ان d اقدر اعبر عنها b inverse في ال a في ال b ال a اللي هي diagonizable matrix اللي تكون similar to the matrix d اللي هي diagonal اللي تعوني عرفناهم شنو تعريف الماتريك ال d اي هي diagonal matrix تكون العناصر الموجودة في المين diagonal اهما الايجن باليوز فناخذ هدول الايجن باليوز ونحطهم ثلاثة واثنين وماينس ثلاثة انزين هذا هو تعريف ال diagonal matrix بكل بساطة انزين الميتريكس بي شنو هي الميتريكس بي هي الميتريكس اللي تكون اعمدتها وهما الايجن بكتورز مالوت منو مالوت ال a يعني الحين رح ااخذ الايجن بكتورز حق الثلاثة واحطه اللي هو شنو طلعوا اياي واحد وزيرو وزيرو ننتبه هنا للترتيب يعني ما يصير احط في العمود الاول ال a eigen فيكتور حق ال اثنين لا هو مو هنا ثلاثة فنحط ال a eigen فيكتور مالها انزين انحن نبي ال a eigen فيكتور حق ال اثنين اللي هو minus ثلاثة على اثنين وماينس ثلاثة على اثنين وواحد بعدين ناخد الايجن بكتور حق ماينس ثلاثة اللي هو واحد وماينس واحد وواحد بشذي جبت لل d وال b مجرد تعريف طبقته ننزين الروح حق بات c قايا determine واذر ال a هذه ال diagonizable تذكرون الثيورة من الصغيرة اللي اخيتها اول الفيديو انه عشان اقول ان الميتريكس ال diagonizable لازم الميتريكس اللي فيها ال ايجن بكتورز شفيهم linearly independent يعني determine لها لا يساوى الصفر يعني determine للميتريكس بي اللي طلعتها لازم لا يساوى الصفر اخدت الميتريكس بي اللي انا طلعتها جبت لها determine طالما i- يعني لا يساوى الصفر بما انه لا يساوى الصفر فهذا معناته انه انه linearly independent هذا معناته ان ال a diagonizable سجلنا طويل بس سهل ما في شي eigen values eigen vectors فاهمة شنو تعريفهم خلاص انحل وياي اجيب الميتريكس دي اجيب الميتريكس بي لازم يبيعرف هو diagonizable او لا اني ااخذ determint لبي واثبت لدن اهو ما يساوي الصفر انتهى السؤال شوف نوع ثاني من الاسئلة معطيني let's انه 1 و 2 و 3 ب the set of eigen values of the 3 by 3 matrix A معطيني eigen values ماروتها and let the set of eigen vectors اللي هما هذين يعني معطيني matrix A معطين eigen values وال eigen vectors حكها كثر الله خير اوكي شنو طالب من عندي يقول give a reason that the matrix A is diagonizable احنا قلنا يعني determinants لل B لا يساوي 0 انزل هل انا عندي B او اساسا عندي D مو عندي فاقوم اجيب D وال B بتطبيق تعريفهم احنا عشان نجيب B وال D لازم يكون عندي eigen values و eigen vectors الميتريكس D اللي هي عبارة عن ال diagonal matrix اللي تكون العناصر الموجودة في ال diagonal واحد واحد ايجن فيكتور للاثنين اللي هو 0 واحد واحد وايجن فيكتور للثلاثة اللي هو 0 واحد واحد واثنين اوكي الحين اقوم ااخذ determine للمصفوفة B طلع واحد يعني لا يساوي الصفر فهذا معناته ان ال A diagonal ما فيها شي بالعكس اصلا نسحلها علي لان اعطاني ال ايجن values وال نجي الحين للشغل في بارت بي يقول لي find the matrix A يبيني اوجد الميتريكس A وهو اساسا مو معطيني مو معطيني اياها بس شنو معطيني عنها معطيني ان في matrix D و matrix B يعني احنا شنو نعرف نعرف ان matrix D هذه similar حق matrix A يعني اني انا اقدر اكتب matrix D على شكل B inverse في A في B لان انا عرف ان matrix A هي de-organizable يعني هي similar حق matrix D الحين انا بحاول اخلي A بروح بطرف فمعناته بتخلص من B inverse شو اتخلص من B inverse اضرب في B في الطرفين فلما اضرب في B هني رح تروح يبقى A في B تساوي هني B لا الحين ما تخلص ما صارت A بروح بطرف فاقوم اضرب في B inverse للطرفين فتروح تبقى A في حالها في سرعة D B في D في B inverse يعني عشان اجيب الميتريكس A فانا محتاج اسوي هذي العملية انزين عشان اسوي هذي العملية او شي هل B موجودة اي توني اجبتها اوكي هل D موجودة اي موجودة وتاني موجودة هل V inverse موجودة لا فهني نقوم نرجع للفيرس ونجيب الانبرس للمصفوفة B شوان نجيب الانبرس للمصفوفة B ناخذ المصفوفة B ونحط معاها الidentity لحجمها هي 3x3 فنحط وياها i3 اوكي نحط المصفوفة بي 3 اسويلها R R E F ويقبل R R E F رح يطلع معاي الى identity تطلع بالصوب الثاني وهذي منه ال V انبرس نجي الحين نقول ان ال A راح تساوي المصفوفة B في D في V انبرس يعني المصفوفة بي احطها 111 0 11 0 1 2 نقوم اضرفها بالمصفوفة D في المصفوفة B انبرس كلهم نفس الحجم فاقدر اضرب شرط الضرب متحقق فنقوم نضرب هذي العناصر مع بعض اول شي اضربت هذي في هذي يطلع معاي الحل 1 0 0 1 2 3 انا ما اضرب من اول مرة ثلاثة مع بعض صعب فاضرب اول فنتين مع بعض يطلع معاي بدين اضربها بالثالثة اللي هي الاخيرة يعني انواع الاسئلة ان الاجئين فالوز لها تشدي والاجئين فكتور لها تشدي وهل هي دا اول اقوم اجيب لل D واجيب لل B واجيب ل واجيب لانه ما يسعى الصفر واشي يطلب بعدين يطلب الميتريكس A فاذا طلب الميتريكس A استفيد من ان شنو هيدا قناة ازبغ معنات اهي راح تكون similar حق الميتريكس D اخلي A بروح بطرف اقوم اجيب V inverse واظرب تضلب معاي الميتريكس A بشذي نكون خلصنا اخر درس في المنهج بالتوفيق يا رب ولا تنسون تتمكنون من اساس المادة اللي هو الر E F ولا تطوفون اي اثبات حاولوا تفهمونهم كثير وما تقدرون مو تحفظونهم وشكرا